بسم الله الرحمن الرحيم عزت الله وسلام عليكم وحمد الله وبركاته نستهبل مشروعنا بمضوع نظيم حاسبة الدنور واليوم عرضنا في الوحدة السادسة والمحلقة بحسابات القروض السلطة والقروض السادسة هي السلطة والقروض شباب بداية نوضع السلطة والقروض شباب البنك يحصل على أموال في سورة ودائع يعني البنك لو لا ودائع كان زمان أقلق أبوابه وانتهى البنك لماذا؟ لأن الرأس ماله لا يستطيع القرارس لأن الرأس ماله لا يمسل إلا نسبة ضعيفة جدا هتكون 5% من أموال البنك في سورة رأس مال أموال البنك والبنك تسعين ثمنية الأقصة تسعين ثمنية هي عبارة عن ودائع يقوم البنك بحصول عليها من العملاء واتصار فيها واستخدامها في عنشطته المختلفة منها إيش إذا هنا منها يش عن قروض إذا مصدر الأموال هي ودائع استخدامات الأموال هي السلف والقروض طبعا هنا عندي تسهلات ايتمانية كويس من دولة خسيلة ايتمانية هي السلف والقروض تمامك تمام فالقارد هو أحد أنواع السلف أنواع أحد عناصر التسهلات اليتمانية إذا لنقونا التسهلات اليتمانية فتكسر من أحدك أن القروض أحد أنواع التسهلات اليتمانية إذن التسهلات اليتمانية تعاني حللها في هذه تنتهي تسهيل الحصول على الأموات هذا تسهيل يعني تسهيل تسهيل عملية الحصول على أموات أو خدمة أو يشف تمام أموات أموات فهو 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 يعني فهناك أي أن البنك عندما يعطي العميل أبوان فهو يتمن العميل على رد المال في الموعد المحدد فمش معقول أن البنك يعطي العميل المال وبعض من العميل مش هيبقى السدنة حيوف بالسداد فالأمانة إنه هناك على الثقة بين البنك والعميل وعلى اعتمام أنا بأمنك على مالي أن البنك أمن العميل على ماله فإيه كيفية الأمانة والتسهيل هي عملية تسهيل نصول على الأموال تمام فهنا أهم شيء لدى البنك في علاقة من العميل لي سمعت العميل همشي ما تيجيش السيدة تسألك ما هي الضوانات وما هي النموذ هذا أنت وشوف إيش سمع في العميل هل هو مفلس ولا قدر ملي عندهم ملاءة الهتمانية عالية قدر على السداد ولا ما فيش عنده إذا فيش عنده تلو هذا فمباشرة تلبك يرفض يقدم للعميل أي تسهيل الهتمان تمام تمام إذا قلنا القروض هي مبتمن التسهيلات الهتمانية طيب إذا فيه عنده تسهيلات الهتمانية منح القروض والسلق تمام هذا التسهيل مباشرة فتح حساب جاري فتح حساب حساب جاري مدين هو سحب على المرشوف يعني بسحب رصيدة في البنك سالب إيش على سالب يعني أنا بشكل الأموال في البنك وبقول للبنك داينني تمام الضمان احتمالات مستهدية شكات سياحية ماذا نقول كمان حوالات كفالات وهي الضوار طمان وحدة لكي كل حساب من أسوات هذه أو كل بصطرح من مصائل هذه مصطرح هذه تقول بصل كامل حساب أنواع السلف والقرب فيه من هذه المدة فيه قروض قصيرة الأجل لأقل من سنة و قروض متوسطة الأجل من واحد سنة لخمس سنوار قروض طويلة الأجل أكبر أو أكبر من خمس سنوار من حيس الضمان من حيس الضمان من حيس الضمان فيه بدون يعني أدوها بخارج بدون ضمان الضمان الواحد اللي هو سمعة العميش سمعة يعني معقول لو أنه شكل الجوال قربت قربت دولها هاتين ضمان كفيل لا مش من طبيعي أن أقول هاتين كفيل لأن هي شركة ضغمة وكبيرة وعندها سمعة قوية وقادرة على السبب بالضمان شخصي هي الانطلاف كفلاء بالضمان عين سوا بضاعة أراضي أوراق مالية أوراق تجارية حسن نوع الضمان تمام 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 الغاية منها غايتها إما قروض إنتاجية ويبناء مصانية أو إنتاج بضاعة وبيحها ونسمع سدد أقصد قروض استهلاكية وهي شراء مستلزمات البيت وفي عند قروض تجارية وهي نصف في شراء مستلزمات أو بضاعة للمحلات أو تجارية صغيرة وما شراء فتح فتح تأثير في المحل ومنزل أدف كلها مستلزمات تجارية تنتاج مصانع السلقية وهي مصريف على البيت ومنزل سيارة أفاق ديكورات في لبسل نجي نشوف وظيفة بسر الإقراض أو القروب استلام طلب العمير في الفصول على قرد دراسة الطلب ومن خلال التعرف على العمير ووضعه المالي هل وضعه المالي بسمح ولا بسمح إيش إذا بسمح سيارة لهم قليل مخاطرة قليلة بسمح لهم مخاطرة عالية وبدأ أدرس الضمانات المقدمة وكل هاد أدرسها بعدين بوافق أو بوافق على الضرب فهنا هكذا هكذا جمع المعلومات من سلطة النار بخاف يكون ناخد قروض من بنود أخرى أو كاف الناس ومش هيتبكر من السلاب فبعم اكتياقك وباخر استعلام من خلال سلطة النار وضع العمير هل عندي قروض ومعندوش وبعدين اذا تم الموافقة اثبات العمليات بتفاتر القسم ثم اربعة تنظيم المستثفات ذات العلاقة خمسة تزيد العملية في دفتر اليومية العامة طبعا اربعة خمسة تطقيق العملية المستعدين طبعا هنا صرف قيمة القرط ثم صرف اذا اول يتطلب الطلب فتنجمع معلومات عن من سلطة اللي بكون عندي قروض ثانية وما شابه فلاحظ فسنا برجع الى شركات كثيرة يعني ما لا يوفي ناخذ قروض من ملوق اخرى كاف اشخاص اخرين كل هذي بادرس لمول الاجيجابية لنبدأ سلطة قيمة رقاب ودفتر ثم ننظر مستنكة الزات العلقة ثم ننظر قسم التطقيق ونصم إثبات العمليات في قسم السبات العامة تماما؟ نأخذ المعالجة المحاسبية جزء من المعالجة المحاسبية مكمل المال جاي المعالجة المحاسبية عند منح أرقود والسلطة من مقابل السلفة؟ فهي يكون من حساب طلاق وقروض إلى مستقبل ما هو؟ حسابات الجارية أو الخزينة حسب هل أنس هذا المبلغ نبغاً؟ أم تم وضع قيمة القاتل في حساب الجاية؟ طبعاً هنا بس من حسابك أنه أنا بالدعم العتمع السبب أنه ليش؟ أن الصلفة هذه حافظ قمتها بس بعد خاصة الفوائد والمصارية الفوائد العمولة والمصارية تمام؟ تمام؟ من الألعاب أن نحن نقوم بما نحن نقوم بس منصر بعمولة جفية مدة أو قرب سن شهور بمعدل ثالثة ثمانية ونصف ثمية بعد ست شهور قامت عميد السراد قيمة القرد نعم كان قدل قدل سدد برجة فوق حتى عرفها هي خمسين عام إذن عندما نحط طبعا هنا القرد بدون ضمان بدون ضمان خمسين عام فحنقول هنا خمسين عام خمسين عام مصير 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 ملاد دنار خمسين ألف دنار. هاكد صافي القيمة هنا في الصافي. هنا حاواتها باعة طرح هذول. طب كيف مصير؟ مصير عنده مئين دنار. تثمية نعمل. طب الفائدة قلت. كمانية ونص عالمية. دهر. ستة. ستة شهور. علشان الفائلة سنوية يا شباب. فهيش بتكون المدة ليش? جزء من السنة او سنوية. فهنا عشان هنجد عشان تجيب ستة شهور. يعادل السنة في المعطرة الزائدة. فبدأتوا فتاعة اتناعش. فتاعة اتناعش? اتناعش. اش بيعطيني? الفين ومية خمسة عشر. طيب. ايش بيعطيني? الفين ومية عندي. اسم بطالة العميل. بطالة العميل سبعة واربعين آل واربعمية خمسة وسبين. هنا البانك عمليا. عندما تذهب ان تنتقل من عنده خمسة عمليا. حوالي فجر. في مصاريف. في عمولة. وفي فوائد. فخص من الثلاثة. بايس. بعدين بديك الصافي. بديك الصافي. لما تجيب ان ترد القرض. فتوت القربش. بكامل القيمة. اللي هي. خمسين. الف. خمسين. الف. خمسين. الف. هذا. تمام مجد? اذا شباب. حالة وتكون عنده امور بسيطة. احفظ لطادينا دولة. ويكون هذا ثلث الحالة. تمام مجد? من حساب السنب الى مذكورين. حسب ما هو ومجد عندك المثلان. التنبين تمنى الحسابات. واحد يقول له ايه يا ستاس. لماذا السنب بالفروط؟ مدينة. شباب. قلنا عنده اداء الاموال نقضة. قلنا من حساب الخزينة؟ الهسابات. قلنا من حساب الخزينة؟ او ودائع. لأجل ودائع اشعار. حسب نوع الوديعة. هذا الاتزام على البان بأنه يرد في المبلغ العميل. لأنه البان هنا أخذ سلط من العميل. أخذ وديعة. فالتزام عليه أنه يرد في المبلغ العميل. لكن من من هذا القرد؟ معناته أنه العميل اتايا من البان. فالبان يريد من العميل. لأنه يحتوي على أموال البان لدى العميل. فهي أمواله ولاتين في يد العميل. فالقرد من نسبة للبان مال. من دمين أصول البان. في الصورة النقدية. في الصورة نقضية لك العميل لمن أخذ. أصبح دين على من؟ على العميل لصالح من؟ البان. وأصبح ضمن أموال البان. إذن من حساب. سلف. وقروض. كيف أن العميل أخذ سلفة لمن؟ من حساب الخزينة. نقضية. حساب الخزينة. تمام؟ إذا نسق أموال. فقيمك السلف. فهنا السلف بالنسبة للبان ممتلكاته. والممتلكات البان في معميل. مع العميل. يعني. دعنا نحض بصورة. أنت. لما تضيئت من أبوك أموال. فهذه دين عليك للوالد. فهذه الزمات. أنا أكبر عن نفسي كبان. أنت تضع نفسك لبان. لما أخذ أموال من أطراف أخرى. أصبح بلزم من يرد للبان. للأطراف هذه. فهي اجتزام عند البان. لكن لما البان عنده أموال. وراه أعطاها أو أقرضها للغير. فهو يطالب الغير. إنه يا عملاء. أعطوني مالي. فهو يعطبك مال البن. نظم. لما منح القرد أصبح. إيش. قرد. صورة قرد. أموال إلي. عند العملاء. في صورة إيش. قرد. إيش. قرد. إذا. لإجتزام لما أخذ أموالي. أموال من الوالد. أنا ونفسك أرضيه إياها. وأموالي. أنا أصل ممتلكاتي هذا لما أنا أقرضها لمن؟ للعملاء. فأصبح أنا هذا المالي. ولكن عند العميل. فأي لحظة. سأسترد المال هذا من عند العميل. فهو أنا أقرض. فالقرض بنسبة إلي. كبنك. اللي هو أموال أو منتلكات إلي. في يدي العميل. لكن القرض هذا. من موجب نظر العميل. دين عليه. إذا. بتفهم أنت تنظر ما هي ناحية؟ من ناحية البنك؟ أو من ناحية إيش؟ العميل. أنت لازل تنظر من ناحية البنك في كل الأحوال. بلنا نعمل. كمان معالجة نموذجية. ليه؟ من طوع القرض. والكبار الجاية نكمل. لأنه إذا انت فرض المعالجة. هتفهم كل المسألة. هم؟ شباب في الهينة. أخذنا بس السابق أو بفئس. بس السابق قربوض بدون ضمنات. طب لو في قرض. قبل أن أحصى على قرض. البن طلب مني ضمانة. اذا ضمان شخصي فسلح اقراض بضمان شخصي. بدون ضمان افضل. لو قلنا سلح اقراض بدون ضمان ساكون احساب سلح اقراض. طب بضمان شخصي معناته بدي اعمل سلح اقراض بالضمان شخصي. اذا اذا نرجع دائما ثاني. اذا اول حاجة. منح قروض. واحد قروض بدون ضمان. اقول من حساب سلح. وقروض. الى حساب. خزينة او حسابات جارية حساب. حساب حساب. خزينة او حساب سلح اقراض. اي خلاص? حساب. حساب. الحال التانية. ثلح اقراض. بضمان شخصي. بضمان شخصي. اذا نحساب ثلح اقراض. بضمانات شخصية. الى حساب الخزينة. او حسابات. جاية بعد قصم الكوائد. عند اذا. تم السباب. هنقول. من حساب. خزينة. خزينة. الى حساب. خزينة. الى حساب. صلاة وقروض. بضمان. شخصي. لو نحظين. المعالجة هي هي. بس ايزا لدينا كلمة ضمان شخصي. يتم السداء. امام. البنك. الاشخاص. الضامنة. فهنقول من حساب. الاشخاص. الضامنين. العساب ثلح. وقروض. بعدين احصل منه من حساب. خزينة. خزينة. العساب. العساب. الاشخاص. الضامنة. نوعين جد. الحالة التالتة هي هي. بس في شوية اختلفات. حالة نأخذ حالة تالتة. في الدخول. ما هي النوع اللي نعملها. ليه حالة تالتة. بضمانات. عينية. ضمانات. عينية. طلب من ضمان عيني. من حنقول. حنعمل. حاسمها قائد نظامي. ما هي قائد نظامي؟ نسبة الرهد. نسبة. انه هناك اصل مرهول لدينا. احنا يا بان. على صالح قلب العمين. تمام؟ تمام. فهنا. طبعا هذا القرأ هذا القيل. لا يتطبع اي مبالبات منية. ولكن كمذكرة. اذا حنقول. من اساب. ضمانات عينية. من اساب. زائلة. ضمانات. ضمانات. ثم هلية دراسة. الترميل. انت معكين من ضمانات عينية. اذا كانت اوراق مليئة فبحتك اوراق مليئة. اسقال اوراق تجاية باوراق تجاية. اسقال بضاعة فبحتك بضاعة. خيز؟ حسب. الى خسام؟ اصحاب الضمانات العين. تمام؟ اصحاب الفصلة وتزدين. اسققي كمه ساعر ان تخصيص مايحين؟ الساب لان کے عينه. اضمام الساب. اصحاب الملعين بعد الدرجة. مالدك. فذهب مع حالب، على الحالب من معنى umani. اندري ملف. انه من الملف. لا تن aired. اصحاب مساز. هل استخدام بين الوجه؟ لنشاء الملف. أيضا بعد الدرجة. من حساب خزينة إلى حساب ثلاث بقروض وبعدها إلغاء أطايد أنظم وهو من حساب أصحاب ضمانات عينية إلى حساب ضمانات عينية رسمي الثامن تماماً؟ يجب أن تقوم بسرعة ويجب أن تقوم بسرعة ويجب أن تقوم بسرعة